انا بحب جدا الفنانين بتوعنا والرموز وبحب لما نتفرج على عمل وبعين توقف كده وتقول مين الفنانة العتويلة دي يعني دايما الجملة دي مين ده ايه الاداء ده مين دي يرغم ان هي تكون بدأت ودرسيت وبزلت مجهود والجميل انه الاعداد عندي جايب لي يعني الحقيقة ايه رسالة دكتوراه يعني مش فقرة رسالة دكتوراه علشان هي قدمت حاجات كتير جدا ممكن احنا احيانا وما بيهمهاش اسمها يبقى فوق تحت مين يهمها دايما ان هي يتقال عليها نفس الكلام انا فنانة او ممثلة وبحب اعمل ادوار مميزة عيدة فهمي زي ما قلت في البداية شفتوها في اعمال كتير وببساطة جدا هنتكلم عن كل الادوار من ورانا في بيتها في التليفزيون في التاسعة مساء الخير مساء الفل عليك من وراني هنسيب بقى شهدت الدكتوراه بتاعة جديد ونتكلم من القلب قدل يعني ايه الغيبة دي تخرجتي سنة 1980 82 82 وواضح ان انتي يعني دي كانت دراستك انا ست بحب الفن وحدرسه وحتوجه ليه وبدأتي فعلا وعملتي ادوار مميزة وافلام ومسلسلات كلميني عن الفترة دي عن الفتاة الشاب بعيدة كنت بدأة من المعهد موسلة شطرة ومتميزة وطلع في جيل كله فنانين كويسين جدا يعني طلع في جيل دفعتي في المعهد كلهم بقوا نجوم وكنا شطرين قوي وقتها والمعهد العالي في المصرحية هو بيتنا اللي علمنا اللي طلعنا من خلال وقتها كان كل المخرجين تقريبا بيجوا يتفرجوا على مشاريع التخرج بتاعتنا ده كان حاجة عظيمة جدا جدا أرجو ان ده يحصل دلوقتي كانت هي الكاستنج هو ده بالزبط كده بالزبط فكانوا بيجوا يتفرجوا وبياخدوا مننا المتميزين والشطرين يعني فبدأت واشتغلت بشكل كويس جدا في الأول ففي حد شاور عليكي في المشاريع طبعا الأستاذ المرحوم عاطف الطيب ده بداية يعني وبعدين بعد كده بقى خدتنا الحكاية لغاية ما الأستاذ جمل عبد الحميد في أرابيسك ومشيت يعني في الخط ده لغاية ما حصلت لي أعطلة يعني أعطلة عن الدراما مش عن الفن عموما لا عن الفيديو والدراما والأعمال الدرامية إنما أنا كنت موجودة يعني زي ما حضرتك قلتي أو زي ما أنا قريت إنه 26 سنة أنا بعيدة عن الفن مش دقيقي يعني الموضوع مش دقيقي أنا موجودة أنا موجودة بس فتحة لنفسي تركات تانية غير الأعمال الدرامية أنا عرفت عملتي ديزني عملت ديزني طبعا فأكيد كل الأطفال طبعا وحاجات كتير ودي حاجات صعبة يعني خليني أقول كمان للمشاهدين إنه الممثل أو الفنان اللي بيتم التعاقد مع عشان يعمل صوت دبلاج لشخصية تأثر في الأطفال في العالم العربي كله أو الدول الناطقة باللغة العربية أو حتى لأنها بتبقى كمان مدبلاجة مش سهل بتدخله أوديشن ويجرب الصوت لحد ما والشخصية دي مؤثرة جدا أه طبعا وبعدين حبيتي تروحي وقتها المجالات التانية يعني الواحد تتحدى نفسه فيها بمعنى يعني أنت تتحدتي نفسك في ده أنك تعملي الشخصيات دي وتنجحي طبعا أعيز أقولك بس بمناسبة ديزني أنه وقت ما عملنا ده أنا عملت حاجات كتير جدا جدا لديزني فوقت ما عملت ده عملت كالا بقى الممثلة اللي هي عاملة لدور اللي هي في الأوريجينال يعني بقت كل ما تعمل حاجة تمثل حاجة على طول بيبعثوا يجيبوني أنا أشتغل مكانها يبعثوا من أمريكا يعني يجيبوني من غير ما أدخل كاستنج ولا حاجة لا الممثلة دي هي اللي صوتها منطبق على الممثلة الأمريكانية دي فأنتو بقيتوا توقم بعض بقينا توقم فكل حاجة عملت مثلا فيلم لايف اسمه اختطاف طائرات الرئيس دبلجناة فأنا اللي عملت دورها بطلة يعني فعايز أقولك أنه ديزني ما بتختارش أي حد طبعا الحمد لله الحمد لله وبصمة الصوت مهمة طبعا طيب يعني في الوقت اللي انت روحتي فيه للمجالات دي ومهمة وليها تأثير الدراما ما كانتش بتوحشك بتوحشني بس مش بمزاجي يعني مش بإيدي يعني دي حاجة مش بإيدي خالص بإيد الآخرين اللي شايفين وعايزين يحطوا الممثل ده هنا وده هنا بس أرجع أقولك تاني أن أنا مش بس روحت لده أنا الوقفة الحقيقية فعلا اللي خطفتني هي المسرح المسرح خطفني خطفني خطفة طبعا وبالمناسبة أنا غير نادمة عليها إطلاقا لأنه النهاردة إذا كان أنا حضرتك بتقولي علي أن أنا متميزة في حاجة والحمد لله يعني فده المسرح لي يد المسرح كتمثيل ولا إدارتك لي لأنك قدرت المسرح الكوميدي لا المسرح كتمثيل كتمثيل المسرح علمني حاجات كتير جدا جدا هو اللي سندني هو اللي علمني علمني كتير جدا جدا يعني يعني أنا أكت غيبة عن الدراما لكن أنا مش غيبة رايحة في حتة بعيدة أنا موجودة في المسرح موجودة هنا فاللي كان بيروح المسرح عارف أن أنا موجودة عارف طبعا مليون في المية ولي جمهور الحمد لله في المسرح ونميت نفسي وعلمت نفسي في المسرح والمسرح علمني طيب خلينا نرجع على الحاجات الحلوة كلها وقالة أنا عايزكي أنت تقدمي قالة قالة دلوقتي الناس حتشوفها حيسمعوها فطلعي بصوت قالة كده وبعدين إحنا ناخد قالة قالة الأم الجميلة الحنينة لي روحي تبكي أيامنا بخير هتأيدك يلا في إيدي نجري ونطير مثال يعني ده مثال لأن أنا مش فاكرة الأم الجميلة طبعا لما حضراتكم هتسوفوا ده تعرفوا أن الصوت هنا مهم صوتك القرار فيه محترم يعني هو القرار بتاع الصوت حلو المسرح برده والمسرح كان هو السبب المسرح طبعا طيب خلينا نعدي المرحلة دي لما عدت تاني أنك تطلعي بقى في الدراما بشكلها الجديد لأن الدراما تغيرت طبعا على مدى طبعا يعني أكتر من مرحلة وأكتر من زمن وتغير ناس تغيرت الدراما لما رجعتي تاني والناس شافتك في جزيرة غمام وكت عاملة دور مليحة ما تخضطيش من رد فعلا الناس لما قادت تقول مين دي مين دي رغم أنك موجودة ومعروفة يعني بسي هقولك على حاجة هو الأستاذ حسين المنباوي أو الشركة الإنتاج عملت حاجة لطيفة جدا كنا زعلانين منها قوي وقتها أنه مش كاتبين أسماء على التتر صحيح مش كاتبين أسماء خالص معين نجوم كبار يعني غنيين على التعريف يعني لكن أنا واحدة زي عاملة دور مهم كان نفسي اسمي يكتب بس لما تزاع المسلسل ولقيت أن مؤشرات البحث في كل السوشيال ميديا بتسأل مين دي مين دي مين دي والدنيا تقلبت أنا فرحت أن أنا اسمي ما كانش موجود أيوه جدا يعني دي حاجة حسنتي أن بازل مجهود أكتر من اسمك موجودة عشان يعرفه مين دي هو كده بالزبط فأنا اتخضيت وقتها لكن كنت قد إيه سعيدة جدا جدا برد الفعل ده لو عملتلي كده مقارنة يعني أتكلم معيك برضو على الدراما مقارنة زي ما عملت أصيلة في البداية خالص أيوه زي ما عملت جزيرة غمام ده زمن وده زمن دي معطيات وأدوات وده ما ايه التغير اللي حصل وبصراحة في إيه بالنسبة لك لأ في إيه التغير في إيه في وجودك في جوة الستوديو في التعامل لا طبعا أنا أنا يعني أنا بدأ صغيرة جدا مع مخر كبير جدا جدا اسمه نور الدمرداش فأنا كنت يعني لا عندي وجه نظر ولا عندي رأي ولا عندي أي حاجة خالص أنا بدخل أقول حاضر طيب ونعم وخلاص وممكن ما كونش مقتنع قوي بحاجة أنا بعملها لكن ما عنديش رأي أنا أنا أصغر من كده خبرتي قليلا بالضبط إنما دلوقتي لا أنا ما بيجي لي دور أنا بعد أشتغل أنا بعد أذاكر طبعا وأي حاجة عايزة أتكلم فيها بتناقش مع الأستاذ المخرج ودلوقتي بقى فيه المساحة دي مش عشان أنا كبرت لا بقى فيه المساحة دي دلوقتي الدنيا اتفتحت أكتر بقيت أي حاجة عايزة أتناقش فيها بتكلم مع الأستاذ وبسأله وبتناقش معاه وفي النهاية بنوصل لوجة نظر قريبة جدا من بعضي يعني فطبعا دي حاجة وإحنا في النهاية إحنا كمشاهدين بنستمتع عارفة ليه بسألك السؤال ده عشان بحس كمان إنه الفنان لما بيوصل لمرحلة الندوج بيبقى أكثر يعني استمتاع بأداؤه جدا من أجمل المسلسلات اللي قدمت الحقيقة على الشاشة مسلسل جزيرة غمام المتعة اللي كنا بنشوفها إحنا كمشاهدين إنتوا كنتوا حاسين نفس المتعة دي في التصوير المتعة جاية بداية من الورق الورق في إيديك يا حاجة طبعا جميلة خالص خالص يعني وعدين الأستاذ عبد الرحيم كمال كأنه هو الممثل يعني هو كاتب الأدوار الشخصيات كأنه هو اللي بيمثلها فبتنطق لو أحدها يعني وبعدين المتعة كمان إنك تبقي مع مخرج أستاذ حسين المنباوي مخرج بيحب الممثل يشوفك بتعملي إيه ويبروزه معاك ويوضبه إذا كانت الحاجة عجبية ومتناسبة مع السياق فأنت مستمتعة المتعة بقى الأكتر من ده كله إنك تبقي في وسط أسادزة كبار صحيح يعني كاتملحمة تمثيل بصراحة يعني عايز أقولك إن إحنا في بعض المسلسلات أدخل أخلص دوري وأجري أروح لا أنا في جزيرة غمام أنا كنت بعض أتفرج على رياض الخلي ومحمود البزاوي مثلا بعض أتفرج عليهم أنا مستمتعة بيهم يعني يعني في متعة في متعة وإحنا قاعدين بنعمل مباراة زي اللي حضرتك شكتين هتفضل مصر تقدم أحلى الأعمال الدرامية أكيد هسألك سؤال وأخذ الإجابة بعد ما نطلع فصل مش سعيدة أن أنت بطلة على منصة واتشت في إيه أعمالك كتيرة والنبي ما بشوف في أختي عايش وفرحة إيدي لما تتفرجيش لكن أنا هقول لك في إيه يعني خليني أرجع لك وأقول اللي عايز يشوف الفنانة الرائعة عيدة فهني في تنوع أدوار صوت وصورة عايش بفرحة ودلوقتي العودة وغيرها بطلة على منصة واتشت عيدة فهني مكملة معايا في التاسعة ساعات بحس أنه الفنانين بتوعنا اللي هم العتاولة زي ما بيقولوا بيبقوا مهمين ليه لأنه دلوقتي كمان حتى الدراما وأعتقد أن المتحدة بتسعد أنه يبقى فيه أكبر عدد من الفنانين كل واحد بطل في دوره يعني طبعا فيه النجم والنجمة لكن كمان الأبطال اللي بيبقوا موجودين مع النجم والنجمة هم كمان أبطال عشان العمل كله يبقى تقيل وده حقيقي اللي بقى حصل في حاجات كتير وعشان كده الناس لسلا لما تقول مين مليحة اللي موجودة دي في جزيرة غمام بتلفتي الأنظار في حاجات كتير كنت لسه بتفرج على مسلسل العودة من المسلسلات كمان الجميلة اللي فيها مجموعة من الأبطال لموجودين شريف سلامة طرعماد وأسماء كتير دورك المرأة الصعادية المرأة الصعادية أصلاها مزهلة يعني بالذات المرأة الصعادية الجديدة المتطورة اللي بتحابي على ولادها بس عارفة العادات والتقاليد والأصول وانت عاملة دور أنا أصدقك جدا أنك صعادية بقى من سهاج من المينيا من جينة يعني عاملة دور صح جدا العودة أنا عاملة فيه الدور ده وأنا مبسوطة جدا جدا وأنا بعمله ده دور أنا كان نفسي عامله من زمان وعملته الحمد لله مع الأستاذ أحمد حسن وهو مخرج من المخرجين اللي أنا بحبهم بحترمهم جدا جدا برضو ده مخرج بيحب الممثل فيه مخرجين ما بتحبش الممثل فيه مخرج بيحط الممثل كأنه قطعة من أدواته بس لكن مش بيهتم بيه كممثل لكن الأستاذ أحمد حسن الحقيقة بيحب الممثل جدا الشخصية دي أنا عملتها وأنا فرحانة بيها جدا جدا واشتغلت عليها ذكرتها كويس جدا وعملت نفس الشخصية دي في مصرح قبل كده عملتها وكنت ليه حبها ليه الشخصية دي عشان شخصية قوية فيها كل المواصفات بتاعت المرأة مش بس الصعادية فيها ملامح من سيدتنا من الست المصرية عموما يعني اللي بتخاف على أولادها اللي بتحافظ على التقاليد القوية الحاكمة اللي الكلمة بتقولها الكل بيعمل لها ألف حساب فشخصية عجباني جدا جدا عندها ابن عمدة لكن هي اللي مدورة للحكاية يعني صح تمام فالشخصية حلوة وأنا حباها جدا جدا وشفت رد الفعل الناس مبسوطة منها قوي لأ ولما بتجيب البنات وتقعديهم قدامك ما حدش عارف يغلطك يعني مختلفة شوية برضو لا صوتك عالي لا في ترياءة ولا تهكم يعني عارفة تعملي شخصية بشكل مختلف حقيقي هي دي الأم هي دي الأم أيوة صحيح هي دي الأم اللي احنا بنشوفها في بيوتنا أيوة فهو ده الشكل الحلو يعني أنا متأثرة بالأم دي أنا متأثرة بالأم بتاعتنا دي لقاء حموات جامد يعني حنان سلمان كمان جميلة طبعا يعني وهنا دورك يعني الدور هنا مختلف أنت هنا رايحة دفع يعني ابنك تماما تماما ورايحة قوية وجمدة ومصرة أنه الجوازة دي مش هتنفع لكن في البداية هي بدأة وهي صحبة ابنها قوي وحبيبته وبتقعد معايا على النت وبتاعه متصحبين جدا جابل لذا انت ساعت ما حسيت أنه داخل على قلق على قلق أو مشكلة فالأم لازم توقف عيدة فهمي أحلامك إيه يعني أنت بتقدري تأخدي دلوقتي الدور النضوج اللي أنت موجودة فيه بيديكي قدرة أن يبقى عندك مفاتيح كتيرة وبقى عندك يعني مفتاح نجاح يعني تعملي دور بيعلم على الشاشة فبيبقى الواحد عنده ثقة إيه الدور اللي أنت نفسك تعمليه والله أنا نفسي أعمل كل الأدوار الصعبة اللي أنا ما عملتها في حياتي يعني يعني فيه أدوار كتير أنا بعمل برضو في مسلسل أنا ضيفة شرف في مسلسل حق أعرب السنية دي إن شاء الله في رمضان أعمل برضو شخصية داية شخصية مختلفة خالص داية دي صح آه هي داية بس داية حلنجية ونصابة وكده فده برضو جديد علي فأنا كل فترة عايزة أعمل لا والداية في زمن الأجيال الموجودة يمكن ما يعرفوش إيه داية آه صحة بالزبط كده فلا أنا عاملة دور لطيف برضو عايزة أعمل أدوار مختلفة يعني مش عايزة أتحط في حتة واحدة يعني أتمنى إن أنا أختلف في الأدوار أنا عاملة برضو إحنا مبارح كان أول يوم بصور في مسلسل صيد العقارب مع النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق أيوة وبرضو شخصية أم برضو طيبة إزاي بتعرفي تفريقي لأن إنت عملتي أدوار أم كتير طيبة وقوية وهدية ومكيرة إزاي بتعرفي تعملي الاختلاف وإنت نفس الشخصية الورق ما هو الورق برضو هو اللي بيوجهني أيوة يعني الشخصية مكتوبة إزاي على الورق فدي شخصية اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي مختلفة خالص شخصية طيبة وزي بتاعت الأم برضو بتاعت سوق الكنتو أيوة طبعا برضو كانت طيبة لكن في النهاية أنا بدي ملمح للأم دي إنها في وقت أي حاجة هتيجي على أولادها بتبقى القوة قوية القوة اللي بتركبها فجأة كده يعني فهي دي أمهاتنا ده ملمح مهم جدا في أي أم بتتعمل سواء بقى أم صديقة أو دماء خفيف أو أم صعيدية أو 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 طب عايزة أسألك سؤال أحياناً وانتي جوه الوسط وبتمثلي أدوار أم قاعدة أم في بيت الأمهات بكل الحالات أو المرأة المصرية بحالاتها المختلفة بتحسي أننا في الدراما المصرية بالذات قدرنا نقدم شكل الأم باختلاف أشكالها المتطورة والسعادية والرفية والبسيطة والعملة يعني نجحنا في أننا نعمل شكل لشكل المرأة المصرية نجحنا فيها آه آه وشغلين على ده شغلين على ده جداً على فكرة المرأة المصرية بقت موجودة في الدراما بشكل جيد جداً يعني المرأة عموماً مش الأم بس المرأة عموماً موجودة في الدراما وبيتكتب لها أدوار ولأ موجودة طبعاً طبعاً وأصل لازم لازم حتكون موجودة المرأة متأموة الفنانات اللي عايدة فاهمي لما تشوفها لا أنا يعني تحسي أن هي تقدم المرأة المصرية كما ينبغي أو تقدم أدوارها وتنوعها بشكل تلفت انتباهك تحبي أداءها ناس كتير جداً ناس كتير مثال مثلاً وفاق عامر أنا بحب وفاق عامر جداً يعني بحب وفاق عامر مصرية أوي وبعدين بتشتغل على نفسها كويس جداً جداً وبتذاكر كده أنا بدي مثال عندنا طبعاً أيقونة النجاح حنان مطاوة أيوة طبعاً عملتي مع نجاح معها دور حلوة قوي في سوتو صورة أيوة ودورك كان مختلف وفي ميتا فارس السنة اللي فيت آه في ميتا فارس كنت عاملة أمه حنان أيقونة نجاح بكل المقييس لأنها شطرة وبتشتغل على نفسها وبتذاكر ومش واخد الحكاية كده يعني لأ بتشتغل كويس جداً وبعدين بتحب الناس وبتحب الفنانين وبتقدر الكبار يعني النجمة بكل المقييس حنان مطوع أيوة طبعاً حقيقة أكيد مش قادرة أقولك أنا سعيدة قد إيه بوجودك معي أوي تقولي خلصتي آه الوقت للأسف أنا لازم نعودة لو أنت بعد كده برحاتنا أيوة بزبطي لكن بجد أسعدتين أنا سعيدة بوجودك ووجودك في التاسعة هو تقدير لكل الأعمال الحلوة اللي بتسعدين بيها بتقدمي أعمال رقية جميلة أدوار بتتعبي فيها ومجهودك بيبقى بيين على الشاشة شكراً يعني لازم تكوني متأكدة أن احنا بنحس بالمجهود اللي بتعمليه أشكرك وإلا ما كنتش أبقى معيكي النهاردة وده شرف كبير لي في التاسعة والجمهور التاسعة أكيد ده بيتك تلفزيون شكراً طبعاً ويكملي أدوارك في الدراما ومستنيكي في رمضان إن شاء الله لأن أنا بقيت متأكدة مدام دخلتي بقى الدورها يبقى صعب جدا أيوة إن شاء الله وهتعملي حاجة مختلفة إن شاء الله أرجو أن أنا أكون عند حصن ظن الجمهور عايزة تقولي إيه للستة المصرية أقول إيه للستة المصرية عمود البلد يعني عمود بلدنا هي الستة المصرية الستة المصرية ليها كل التقدير وليها كل الاحترام وكل الحب الستة المصرية اللي بتشأى وبتتعب وخصوصاً الستة اللي بتربي أولادها من غير راجل اللي بتفقد الراجل في وقت من الأوقات وبتكمل طريقها من غير الراجل وبتبقى هي راجل وستة وأمه وأبه هي بتبقى كل حاجة بتبقى كل حاجة والنتيجة لما بتطلع جيل حلو فكل التحية والاحترام لتلك المرة أكيد أنا بشكرك جدا فنانة المحترمة الجميلة الراقية نورتيني عيدة فاهمي وفي انتظارك في رمضان أشكرك ألاص هحضر أنا كنافة رمضان والشاي ونتفرج على المسلسل سوا طيب أنا موافقة جدا جدا وكل سنة وانت طيبة وكل سنة ومصر بخير ويا رب مصر دايما في العلالي أكيد أكيد بشكرك ونورتيني في التأسعة للأسف الوقت خلص معاكم بس تعرفوا النهاردة أنا سعيدة إيه؟ أخيرا قدرنا نعمل لقاءات فنية ونعود شوية لحياتنا الاجتماعية علشان نقدر نكون معاكم في كل وقت فاضل عشر تيام لانتهاء السنة لكن افتكروا دايما أنه زي ما أنا قلت في البداية أن مصر عملت كتير قوي في السنة دي زي ما أنتوا في كل بيت عملتوا كتير هنكمل مع بعض بالأمل والتفاؤل وتفضل دايما بلدنا حلوة زي ما بنقدر نقدم فيها حاجات حلوة ضيتي الجميلة المتفائلة اللي بشكرها وبشكركم على كل الفقرات اللي قدمناها غدا لتلتقون في التأسعة مع فقرات جديدة أما أنا ألقاكم في الخميس المقبل بإذن الله كنت كانت مصاب Electiveszan هاته والتفاؤل عاطيس المضوح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة